وجه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بعقد اجتماع خلال الأسبوع القادم لسرعة التوافق حول الصيغة النهائية للاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر وما سوف تتضمنه من حوافز للمستثمرين جاء ذلك خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية حيث بحث الاجتماع عددا من الملفات الاقتصادية خلال الفترة الراهنة وتناول الاجتماع عددا من التفاصيل والأرقام المتعلقة بموارد واستخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة الماضية وجهود الدولة في سبيل تعزيز الحصيلة من العملة الصعبة كما تطرق الاجتماع إلى نجاح مصر في طرح أول إصدار للسقوق الإسلامية السيادية وما شهدته من إقبال ملموس من قبل المستثمرين وبحث الاجتماع كذلك جهود الدولة لإتاحة المزيد من التيسيرات وحوافز الاستثمار تشجيعا للمستثمرين المحليين والأجانب التي جاء على رأسها مؤخرا تسليم كارت الرخصة الذهبية الذكي لثلاث عشرة شركة مختلفة ترجمة نانسي قنقر